كيف ممكن أستفيد من سكتش بوك في دروس التيمز طبعاً تستطيع إعداد الدروس مرة واحدة لجميع الشعب مثلاً لدي هذا الدرس جهسته لطلابي مسبقاً بإضافة كل صورة في طبقة لاحظ معي وبين كل صورة وصورة طبقة فارغة هذه الطبقة الفارغة أستخدمها في الكتابة بينما طبقات الصور لا أكتب فيها مثلاً هذه طبقة الصورة لا أكتب فيها وأحرص على إقفال هذا القفل فلو حولت الكتابة هنا مثلاً لن أستطيع الكتابة وإذا كتبت مثلاً في هذه الطبقة الفارغة مثلاً كتبت في هذه الطبقة الفارغة 20 كيلومتر لكل ساعة طبعاً فأني أحذفها وأضيف بدلاً منها للشعب الأخرى وتبقى طبقات الصور كما هي فهذه طريقة استخدام سكتش بوك إذن تعالنا تعلم على هذا البرنامج سكتش بوك تستطيع إضافة صورة من خلال الضغط على ملف ثم الذهاب إلى إضافة صورة ثم تختار الصورة التي تريد ثم تضغط على أبن أو فد وتستطيع تحريك الصورة في المكان الذي تريد سواء إلى اليمين إلى اليسار أو أعلى أو أسفل أو من خلال الضغط على هنا تستطيع تكبير الصورة أو تصغيرها ثم بالضغط على X وإذا أردت أن تضيف طبقة جديدة فارغة تضغط على علامة الزائد هنا وبالتالي أضاف لك لاحظ معي طبقة جديدة طبعاً الطبقة الأولى كانت فارغة وعندما أضفنا صورة أضافة في طبقة جديدة وعندما ضغطنا على زر الزائد أو أيقونة الزائد تلك أضاف طبقة جديدة لنا فارغة يمكنك أيضاً إضافة صورة من خلال الضغط على هذه الأيقونة وتختار الصورة التي تريد ثم أبن وتستطيع أن تضع الصورة في المكان الذي تريد ويمكنك وضعها على الصورة السابقة لأنه لاحظ تستطيع إخفاء هذه الطبقة من خلال الضغط على أيقونة العين تلك وتستطيع إغلاق هذه الطبقة من خلال الضغط على أيقونة العين أيضاً يمكنك تكبير عرض الطبقات أو عالية عرض الطبقات من خلال الضغط هنا في هذه الزاوية كذلك يمكنك إضافة طبقة جديدة بالضغط على هذه الطبقة ثم رفع الماوس إلى الأعلى اختيار إيقونة الزائد الملون بالأخضر الآن أضاف لي طبقة جديدة فارغة طبعاً احرص على أنك تضع هذه الطبقات مغلقة التي يوجد فيها صور لاحظ لن تستطيع الكتابة هنا لكن يمكنك الكتابة على الصورة من خلال الضغط على هذا الزر تستطيع القيام بعملية التراجع وبهذا الزر عملية التقدم إذن عند قيامك بالشرح للطلاب تستطيع إخفاء الصور والكتابة في الصور أو الطبقات والكتابة في الطبقات الفارغة ثم تستطيع حدفها لاحقاً من خلال الضغط بالماوس ثم الذهاب إلى هذه الأيقونة وبالتالي تم حدف هذه الطبقة أيضاً تستطيع تغيير الألوان التي تكتب بها من خلال الضغط على هذا الزر تخرج لك هذه الألوان تستطيع تغييرها بهذا الشكل وتغير درجة اللون من خلال الدائرة التي توجد داخل هذا المربع أما اللون من خلال تحريك هذه الدائرة على هذه الحلقة ويمكنك اختيار مجموعة ألوان ثابتة لديك من خلال الضغط على هذه المربعات الصغيرة واختيار اللون الذي تريد فلاحظ معي عندما أقوم بتغيير أحد الألوان لاحظ معي لأخترت هذا اللون أقوم بالضغط على هذا المربع وإنزال هذا اللون إلى الأسفل فأصبحت هذه مجموعة الألوان التي لديت طبعاً أنا قمت بتحديدها مسبقاً هذه هي الألوان التي أنا أستخدمها هنا هذا القلم الذي أنا اخترته للكتابة ويمكن استخدام هذه الأيقونة للمس وهناك عدد كبير من الأدوات التي يمكنك استخدامها من خلال الضغط على هذه الأيقونة تخرج لك مجموعة أيقونات متعددة هذه هي الأيقونات والفرش التي تريد أن تستخدمها وأيضاً تستطيع تكبير حجم مثلاً النساحة أو القلم من خلال تغيير هذه الأعدادات أصبحت الدائرة كبيرة أو بإمكانك أن تصغرها إلى الحجم الذي يناسبك أو تضغط Reset لإخراج أو لعادة إلى وضعها الإفتراضي ترجمة نانسي قنقر